بقى بالزم والله بكلمكم بأمانة حقيقية يعني احنا احوالنا كانت عاملة ازاي قبل خمس نسخ من قادرون باختلاف ده سؤال مطروك لحضراتكم خدوا بالكم اميرة عبرت عن ده بلفتة زكية وظريفة قالت انا خدت قرار هوقف تعليمي خالص لحد ما شفت النسخة الاولى من قادرون باختلاف من قادرون باختلاف وعندها خدت قرار هكمل تعليمي دي اجابة السؤال اللي انا طرحته النهاردة الريس وهو بيتكلم وتكلم في حاجات كتير واسعدنا بحاجات اكتر فاتكلم عن تأديره الكبير للأسر أسر ولادنا ذوي الهمم اللي امنوا بقدرات ابنائهم الذين لم يكلوا ولم يملوا واللي بذلوا مجهود عشان خطر الولاد دول يبقوا زي الفل زي الفل الريس شدت في كلامه او في كلماته الحقيقة عن اعتزازه باللي بيحققوا ولدنا من ذوي الهمم من نجاحات مبهرة في العلوم وفي الأداب وفي الفنون وفي الرياضة وفي غيرها وده حقيقي خلونا نسمع جزء ونشوف جزء تحديدا من كلمة الريس ونرجع نكمل الكلام واسمح لي أن أؤكد وإننا جميعا على دراية بالنمازج المضيئة لمصرين عظام صنعوا بعزمتهم الصلبة التقدم والفخر لبلادهم في العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها كما لا يفوتني أن أعرف عن تقدير العظيم لأسر وعائلات أبنائنا من ذوي الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروة غالية وبذلوا من حياتهم وطاقاتهم الكثير ثقة في أن أبناؤهم قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن الذي لن ينهط إلا بسواعد أبنائه وقدرتهم كل السواعد وكل القدرات والله العظيم الناس بتحبه